بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا هذه الآية الكريمة جاءت عقب آيات من سورة البقرة في خواتيمها تتحدث عن الإنفاق وتأمر المسلم أن يكون كثير الإنفاق فناسب أن تختم هذه الآيات بقول الله سبحانه الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وهذه تعني أن الشيطان دائما يحب أن يصرف المسلم عن الطاعة وعن النفقة سواء كانت هذه النفقة نفقة واجبة بإخراج الزكاة الواجبة أو كانت نفقة مستحبة بالصدقات التي ينبغي أن يكون للإنسان منها حظ وافر الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بترك النفقة ويأمركم بما يغضب الله سبحانه وتعالى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم هذه هي دلالات الآية الكريمة في سياقها القرآني ونحن نريد أن نفهم الآية الكريمة على دلالة أشمل وعلى دلالة أوسع وهي أن الله سبحانه وتعالى دائما يبشر الإنسان بكل خير ويدعوه إلى كل رشد وأن الشيطان في المقابل دائما يبشر الإنسان بالشر ويدعوه إلى ما لا يرضي الله يدعوه إلى الفحشاء فهذا ديدن الشيطان وهذا نهج الرحمن نريد أن نفهم الآية الكريمة فهما موسوعي فهما شامل لسائر جنبات الحياة كيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفيد على قلب عباده الهداية والتوفيق والسعادة والطمأنينة والراحة وأن ما يجده الإنسان في قلبه من معاني ربما تدعوه إلى الخوف أو الفزع أو الضجر أو الاعتراض أو سوء الظن بالله أو الخوف من الدنيا ومن مصيره فيها كل هذا من المعاني التي يبثها الشيطان في قلبه وكما أن الشيطان يبث في قلبه هذه المعاني السيئة السلبية فإن هناك معاني إيجابية هي من خلق الله سبحانه وتعالى وهي من بث ملائكة الله بأمر الله في قلب العبد المسلم فينبغي أن يكون للمسلم بصيرة وأن يكون له حكمة فلا يطيع الشيطان ولا يسير خلف بسه ونفسه ونفخه ولا خلف المعاني السلبية التي يضعها الشيطان أو يحاول في قلبه ولكن دائما يسير خلف المعاني الإيجابية التي هي من خلق الرحمن ومن عطائه الله هو الذي يخلقها في قلب العبد فلو أننا أمسكنا بأيدينا هذا الميزان وتدبرنا أحوالنا في هذه الدنيا فكلما وجدنا في قلوبنا معنى سلبي أو خوف أو فزع أو ضجر أو اعتراض أو عدم حسن ظن بالله أدركنا على الفور أن هذا من الشيطان فتوقفنا واستعزنا من الشيطان وقدمنا حسن الظن بالله وأيقننا أن ما نحن فيه إنما هو الخير فلو علمتم الغيب لاخترتم الواقع والله سبحانه وتعالى يدبر لعباده على وفق ما يحقق لهم الخير فلا يجزع عبد مسلم وإنما يكون دائما البشر دائما الأمل دائما الفرحة دائما السعادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى يقدم دائما حسن الظن يقدم دائما الثقة في الله سبحانه وتعالى يقدم دائما الرغبة في الخير والأمل في الخير والسعادة يشعر أن ما سيكون فيه غدا هو أحسن مما هو عليه اليوم فهذه هي المعاني التي تدعونا إليها الآية الكريمة على دلالتها المتسعة حينما يقول الله الشيطان يعيدكم الفقر يعني يعيدكم بكل شر ويأمركم بالفحشاء يعني يأمركم بكل شر والله يعيدكم مغفرة يعني فوزا وسعادة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع في عطائه عليم بعباده فهو سبحانه وتعالى جدير بكل حب جدير بكل إقبال جدير بأن يثق المسلم فيه وأن يقبل عليه وأن يعلم أن عاقبته كلها خير أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل سعينا وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من عباده الذين رضي عنهم وأرضاهم في الدنيا وفي الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة